ترجمة نانسي قنقر رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل السعود وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش تواجد الوفدين في جزيرة كريت اليونانية لحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الدولية وبهذه المناسبة أعرب اسم الشيخ خالد بن حمد عن سعادته الكبيرة بتوقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية تجسيدا للروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين قيادة وحكومة وشعبا والتي من شأنها أن تعزز العلاقات بين الطرفين وبالأخص في مجال التعاون الرياضي وأشاد سموه بالدور الهام الذي تلعبه اللجنة الأولمبية العربية السعودية على صعيد تطوير الحركة الأولمبية ومكانتها وثق لها الإقليمي والدولي على الصعيد الرياضي والذي أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في ظل الدعم والرعاية الذي تلقاه رياضة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وسموه لعهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وأكد سموه أن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة دورة الألعاب الأسيوية الفين واربع وثلاثين لهو أكبر دليل على الثقة الدولية بمكانتها ودورها الفاعل في الارتقاء بالحركة الأولمبية معربا سموه عن اعتزازه الكبير بتوقيع تلك الاتفاقية والتي ستنقل التعاون الثنائي بين الطرفين إلى المزيد من التطور بما ينعكس إيجابا على الطرفين وتتضمن بنود الاتفاقية على تطوير برنامج تعاوني لمساعدة الرياضيين في البلدين على المشاركة بشكل ناجح في دورات الألعاب الأولمبية والتعاون في مجال تطوير الهيكل التنظيمي والفعالية الإدارية للجنتين الأولمبيتين وتنظيم الزيارات المتبادلة بين رياضيين ومدربي البلدين الشقيقين وبحث إمكانية التعاون مع لجنة التضامن الأولمبي من أجل تنفيذ منح أولمبية للاعبية البلدين وتنفيذ برامج مشتركة وتم الاتفاق على تعاون لجنتين الأولمبيتين على تطوير الحركة الرياضية الأولمبية الدولية وتنسيق المواقف والتشاور حول أهم الموضوعات السائدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك